السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايقكم عاملنا يا رب الجماعة انتكونوا بخير وفي احسن حالة درس النهاردة ان شاء الله للناس اللي بتحب شغل المطاعم هيكون درسة عن الديليفري بطريقة مختلفة عشان مطولش عليكم لو انت اول مرة تشوفني انت هل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرز عشان يوصلك كل جديد ويلا بلا نبدأ فنبدأ سريعا دي الصور اللي احنا نشتغل عليها في درس النهاردة الصور حملتها منين برضو في ريبيك جوجل شوتر ستوب كالعادة يعني فعشان ما اطولش عليكم اول حاجة هنعملها هناخد الصورة دي اللي هنشتغل عليها كباتجراوند هلمي الدزاين بتاعها شوية هبدأ اشد الجزء ده شوية تمام هروح للصور دي السجادة اللي احنا هنشتغل عليها تمام اهو ركزوا معي هاخد الجزء ده بس من السجادة هعمل راسترايز لير في قط عشان اخلي الجزء ده يكون لير لوحده ودول لوحدهم تمام ركزوا معي هبدأ ادوس كنترول تي وهشد الجزء اللي فوق على اليمين ده هنزله تحت كده والجزء ده لتحت كده وده لتحت كده وده من هنا لفوق كده تمام انا كده بناي من السجادة يعني عشان ابدأ اهو تمام هدوس كنترول تي تاني وهجيب الورب وهبدأ شايفين الجزء ده هشده لتحت كده اهو وهرفع الجزء ده لفوق كده بالشكل ده على اساس ان انا ابدأ اضبط الشكل هكن السجادة طايرة يعني اهو اهو دعم الدرس مش صعب ولا حاجة هو الدرس طبعا ان شاء الله هيكون للمبتدئين ولغير المبتدئين كمان طبعا كلنا نتعلم فهرجع اللاير اللي انا خفيته ده هبدأ اخد الجزء اللي فوق ده هعمله كط برضه عشان يبقى فلاير لوحده واللي تحت دي فلاير لوحدها تمام هروح للصور هبدأ اجيب صورة دي الصورة دي كده اللي هو سجادة انا بس عايز الجزء اللي هو فيه شرشيب تحت ده هاقص الواحده بالشكل ده وهاخده كوبي كنترول جاي من الكيبورد تمام انا عايز اركب الشرشيب اللي طالع دي فقلب السجادة فالاول هعمل على الاسود كده وهاجي عندي واختار الخيار ده هيعلمني على كل الاسود الموجود احذفه احذف او بلاش احذف الجزء ده خليه تمام؟ هبدأ ازبط كده خلينا نعمل سيلكت كمان على اللون ده اهو الليبل زكده اوضع ساوده شوية كنترول يو اخليها اخبر لون السيلفر شوية صغيرين بس كده هزبط وهجيب الاستيكة وهمسح الجزء اللي فوق ده بالراحة طبعا التفاصيل الصغيرة اللي هي بينكم ان هي مش تمام قوي دي مش هتبام معنا بعدين تمام طيب هعمل اللي اتنين مرج كليك يمين كده اهو وهبدأ اجي كده اطلع الجزء ده فوق وهبدأ ازبطه كده اهو تمام وكنترول تي هجيب الورب وهبدأ الف الجزء ده مع لفة السجادة وهينا نفس الموضوع تمام فانا وبسيت من بعيد شوية هتلاقي ان الموضوع كويس تمام هو هو الجزء ممكن اعكسه هو طبعا الصح ان انا اعمله من الاول تمام عشان هو كده ايه مش مزبوط هارجع تاني للجزء ده اتخدت كوبي من الاتنين معلش المترجم موسيقى و قريب موسيقى موسيقى وقبل انسح نفس الخطوات هنزلها تحت خالص كنترول تي والورب وهبدأ شد الجوز من هنا كده بالشكل ده تمام خلينا اقول ان احنا كده كويس اقبر شوقية هرجع للصور هجيب الطفل اللي انا عايز دخله جوز دي ده كونفرت عشان مايبكسلش مني اقبرو طبعا انا هستغنى عن الكارتونة اللي هو راكب فيها فهبدأ اقص الكارتونة دي بالشكل ده تمام وركزوا معايا هنا بقى هنا هبدأ اضبط حجم الولد مثلا بالشكل ده وخلينا اقول خلاص فهاجي هنا هقلل القبست شوية وهجيب البنتول هقلل كمان وهقص الجزء اللي هو اخد كيرفي ده يعني هعمل عليه سيليكت كده اهو وهلف اللفة دي وهحزف فهيمسح للولد من الحتة اللي انا عمدت عليها سيليكت تمام طيب الجزء اللي وراء راس الولد ده او الورقة الموجودة دي انا محتاجها تكون سيليير اللي واحدها فهعمل سيليكت عليها بورده كده وبعد كده كنترول انتر عشان خطر السيليكت وبعد كده كليك مين بالشكل ده وهخليها دلوقتي هنحتاجها بس شوية تمام هبدأ ازبط حجم الولد بالشكل اللي انا شايفه مناسب اهو تمام خلينا ارجع للصور ونشوف الصورة اللي بعد كده هتكون ايه خلينا مسلا ناخد الامر ممكن اجيب الدايرة من هنا وهعمل دايرة على قد الامر كده بالزبط وهجيب اللي ار بتاعة الامر هتطلعه فوقها وهدس كنترول عشان هدخلها وابدأ ايه كنترول تي وكبر كده لحد الاسود ده ما يختفي معايا تماما بالشكل ده وهنزيله تحت هيبقى معايا بالشكل ده خلينا ناخد ايه كمان بس قبل ما ناخد اي حاجة تانية خلينا نضلم بقى الموضوع كله يعني انا هاجي هنا كده هجيب البرائتنس كنترست وهضلم الموضوع كله ممكن اخلي تضليم ده ما يكونش على الولد يكون بس على اللي اجزاء اللي ورا ومش على الامر كمان ممكن اشوف الليفلز كمان اضلم بها شوية بالشكل ده طيب اجيب الاستيكا بتاعتي وهبدأ امسح الضلمة اللي انا عملتها من الجزء ده بس مش قوي يعني حاجات بسيطة وممكن كمان من هنا شوية على اساس ان احنا هنحط لايت شماله يجيه تمام فاجي فوق كده هعمل لاير جديدة هجيب البروش وهاخد اللون ده اقبر السايز شوية بس مش قوي كده هدي كليك هنا كده خليني فوق خالص بق هعلي فوق شوية اهو وهعمل سكرين هجيبه في الجزء ده هعمل لاير تانية وهخلي اللون ده يكون الدرجة بتاعت السماء اللي هي الدرجة مسلا دي وهدي لاير هنا كده وهعمل سكرين بس هقللها شوية تمام طيب الاسود ده انا محتاج اخفه شوية فهجيب الاستيكا وهبق امسح من هنا كده ثم هنا كده ثم نفوق الامر شوية بس كده هنجي عند الامر ده تمام وهشوف الbrightness هيعمل معي ايه زي خلينا نرجع هاخد الهلال ده هخليه فوق اللير بتاعت الامر وهدوس control alt j عشان يدخل جواه بالشكل ده هبدأ اخلي الجزء بتاع الهلال ده على الشمال وهاجي كده هدوس سكرين من هنا بالشكل ده طيب هو عمل معي ايه هو لسه ما عملش معي حاجة لانه مفروض انا بغمى الامر بالشكل ده عشان الهلال هو اللي يكون منور معي بالشكل ده تمام طيب السجادة المفروض انا كده خلاص عملت ميرج للسجادة كلها اهو هبدأ ازبط فيها مثلا وشوية وحاجات كده فهعمل جديدة من هنا وهاجي فوق عند كلمة واجه عند وهخليها خليها خليها من هنا تاني وهبدأ بالبيرن كده اهو اغمق في السجادة هدوس عشان ادخل الكلام ده في السجادة بس تمام هغير اجيب الدودج اضايد هنا كده في الجزء ده الجزء ده تمام تمام هعمل ساتيوريشن هنا كده كنترول الت جي وهبدأ اغير اللون خفيف كده بالراحة تمام طيب خلينا اعمل ميرج برضو كل الكلام ده وهاخد كوب من السجادة كده بالشكل ده وهدمها لماها كده وكنترول يو وهضل السجادة بالشكل ده وهاجع عند فلتر بلور موشن بلور وهشد كده باورد بالشكل ده خليني كمان اعمل كده اوكي هقلل غست شوية تمام مدى هارجع بالصور وخلينا نجيب الساندويتش اللي هو ده هنحطه ورا الولد بالشكل ده تمام قول لي ارى اللي كنا خافينها هننزلها تحت الساندويتش بالشكل ده وهقرب كده عشان في مشاكل هنا في القص هبدأ عالجها تمام طيب هرجع بالصور وهبدأ اجيب المصباح هشده خلينا نصلا يكون هنا كده بنيل اول باي حاجة هقرب وهجيب الاستيكا بتاعتي خفيف جدا هبدأ امسح جزء ده على اساس بس ان هو ايه يعني حسسني كده ان هو مغروس في قلب الرملة تمام وطبعا هنجيب الرملة الطايرة بالشكل ده وهبدأ اضطها هنا كده تغبط معي شوية تمام وهعمل لاير هجيبك بروش اللون الاسود صغر هقالل وهبدأ اعمل شادو هنا كده للمصباح هرجع للصور وهجيب بتاعة المصباح بالشكل ده ده هطلعه فوق خالص وهعكسه وهشد من الشمال اللي ديمين بالشكل ده وهبدأ اضبط اول على بوز المصباح يعني وبعد كده عاملها فاصبحت معي بالشكل ده تمام طيب هاجي عند الامر الموجود هحاول انوره فهدوس مين اول اختيار فوق وهشوف هنا كده اهو نور معي على طول وهدوس هنا كمان عشان يعمل من جوه اقول له كده زي الفول هرجع كده وهشوف ايه اللي معايا تاني مخدتوش عندنا اللوجو اللي هو ده المفروض ان ده مطعم اسمه علاقة دي تمام وان الديزين ده بيتكلم عن سرعة الديليفري والكلام ده كله يعني خلينا اطلع فوق اجيب اللوجو فين اللوجو اهو اهو كنترول ايجي عشان ادخله جوه اللير بتاعة الخشبة الموجودة وهبدأ كده كنترول واشد كده الحد مضبط اللوجو على الورقة بالشكل ده وممكن من هنا هشوف المالتي مثلا او 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 اي حاجة انا شايف ان هي وتبقى مناسبة ممكن كويسة وهقلل الوبسطة شوية بالشكل ده طيب الامر ده احنا ممكن نعمله ساتيوريشن كده ونشوف ممكن نغير لونه شوية اهو بالشكل ده طيب هطلع فوق خالص وهجيب هجيب الكالر لوك اوب نبدأ نشوف كده ايه اللي ممكن يزبط معنا دي كويسة ممكن اخليها سوفت لايت وهقلل شوية الوبسطة بالشكل ده هجديني الدرجات هرجع تاني هاخدو اللوجو بس من غير الساندويتش الموجود ده اخذ الكلمة فقط عايزة اعملها 3D بالشكل اللي احنا شفناه نخليها ابيض وبعد كده كنترول جاي عشان اعمل كوبي هغير لونه لاي درجة مسلا انا عايزها وهبدأ انزل تحت كده طبعا في فراغ هنا في الحتة دي بركزه معي بعد ما نزلتها تحت هدوس ومش هسيب الالت وهفضل ادوس ههم فوق هيعملي تكرار بالشكل ده هو هنا اعمل اللي يارات كتيرة جدا هبدأ اجي عند اول لير فوق واخر لير فوق وهعملهم ميرج عشان الموضوع يثبت معي وهيجي عند اللير البيضة لون الاريال هغير اللون هجيب الجريديانت اصفر وهبيض تمام وهيجي كده عند البيض بيفل اصبت شوية اي حاجة كده في الموضوع يعني اهو بس كده طيب في الاخر هعمل ميرج كل الكلام ده مع بعضه وهعمل سيليك تكده على المربع ده فلو في حاجة خارج المربع يعني وهيجي عند الكاميرا رقوة هبدأ ازبط في الالوان هنا على حسب عين يعني على حسب ما انا حاجة طبعا الشرح ما كانش صعب تمام وان شاء الله تطبقوه بكل سهولة ان شاء الله كمان يكون عجبكم دي كلها حاجات زي ما قلت مش حاجات سابتة وهندوس اوكي وهنشوف دلوقتي الاختلاف اهو اهو تمام اخر حاجة هنعملها هجيب البنتول وهاجي كده انا عايز اعمل اللايتنج يكون طالع من البتاع اللي الولد ماسكو ده هتفاكر اسمه والله السينسيد دي صراحة هنخليه ابيض وهجيب الاستيكا هقل للفلو وهبدأ امسح الحاد بتاع اللايت بالشكل ده اهو بالشكل ده وهبدأ اكبر السيز وامسح كده وبعد كده كنترول تي وهبدأ اعرض اللايت ده وطوله لو انا عايز بالشكل ده وامسح اوله برضو من كده وممكن اعمل كنترول جي عشان اكرره بالشكل ده قلته هشد كده عشان اخده في الجزء التاني تمام بس اللي ورا كده محتاج يخفف هقلله اهو عشان اللي يزدد معي قدرين ممكن اخر حاجة نعملها نيجي عن بلانس هبدأ ازبط شوية حاجات تمام بس كده وبكذا نكون خلصنا الشرح يا رب يكون عجبكو ويا رب يكون بسيط ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا اشتركوا في الكومنتات واشوفكو في الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته